اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الورشة دينا وكانت من العردين يكون عجبكم اليوم ومرحبا بيكم نشينا اليوم باش شاركوا في الكارنافل الدولي اه قدير النسخة التانية وامنا لتوجنا بالنسخة الاولى كاحسم جمعة كارنافالية وكلنا عزمة السنة اننا ننتوجوا بالنسخة التانية ونحفظوا على اللقب وشاركنا اليوم بالمسيرة الخضراء وكذلك المقاومة المغربية وكذلك جسدنا مجسم الخريطة المغربية باش نوجه واحد رسالة لأعضاء الوطن أن الصحراء في مغربية والمغرب في صحرائي وكذلك جسدنا معصارة تقليدية الزيتون بكل مراحلها وكذلك مجموعة من لوحات طراطية الفكرورية الأمازيغية وهذا اللباس هي بحل أننا نجدو القوات الخاصة المغربية اللي كتصر إلى حماية الوطن صراحة أخذت مننا وقت كبير أننا نخدمو تل جوجة الليل كي يخيط لنا كيخدمتها ثلاثة تصواح يعني أخذت مننا عناء كثير وضيق الوقت وتلقى مع العيد الكبير يعني يعني عانينا كثير باش أننا نوجدو هذا المجسمات بجوجة اللي كيخدو الوقت الكثير ولكن الحمد لله كنتمنى أنه هنا الإعجاب الزوار ديال هذا الكارنفال وكذلك أننا ننتوجه بأسي مرتبة مشرفة إن شاء الله وشكراً موكب بيلمون الكارنفال الدولي لأقارير بشارع محمد الخامس الذي يشق مدينة أقارير من جنوبها إلى شمالها الانطلاق ستكون بالمرأة تحت أرضي بشارع محمد الخامس وهو مكسب كبير صهرت على تنظيمه على تنظيم هذا المصار لجنة مكونة من أساتد باحثين وممتين عن المجلس الجماعي ولكن كذلك فيه هوات ومتتبعون وباحثون وأساتد مقتنعون بأهمية ترطة المحافظة عليه سيمر الموكب أمام ساحة الأمل بشارع محمد الخامس دائماً حيث الضيوف والشرف وهم كتر من سيد الوالي وكتمت اليد اليونيسكو وهذه فرصة بنسبة لنا كي نبين أن هذا التراط يستحق أن يرقى إلى العالمية وفي المنصة الشرفية لجنة التحكيم من أساتد وباحثين ومهتمين مرموقين على المستوى الوطني بخصوص هذا الموروز وعلى أساس أن تسند جوائز مالية قيمة للفرق المميزة لا بأس أن نشير إلى أن الجديد إذا كان هناك انتظارات عادية من قبيل المشاركة بالأقنعة والتنكر بلبس الجلود وغيرها فإن هناك كذلك ما نسميه بالماسكوت أو المجسمات التي أبدع الشباب في مختلف جمعيات ببنائها وتقديمها لعلها تفوز بجائزة أحسن مجسم مثلاً وسنتهي المصار بالكومبينغاتر ناسيونال حيث سيتفرق والجمع إن شاء الله في نهاية هذا المسار ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر